أربع ملاحم النصر الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فقد قال الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين لقد انتصرت المقاومة بفضل الله جل وعلا بكل المقاييس أما انتصارهم الأول الأعظم الأشرف أنهم قطعوا تعلقهم بكل أهل الأرض الذين خذلوهم وتركوهم وجعلوا تعلقهم برب السماء والأرض واعتصموا به سبحانه وقالوا بألسنتهم وقلوبهم وأعمالهم وأفعالهم يا رب قد انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وسدت كل الطرق إلا إليك فنصرهم فنصرهم جل وعلا نصرهم نصرا غير موازين القوى على الأرض وقلب التوازن العسكري وقهر أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر نعم لقد فاجأ أبطال المقاومة العدو برا وبحرا وجوا في تكتيكات عسكرية لم تسبق من قبل في أي حرب مع الجيش الصهيوني المحتل الغاصب الظالم الغاشم وتمكن رجال المقاومة الأبطال من الوصول إلى المستوطنات في غلاف غزة ومهاجمة أكثر من خمسين موقعا عسكريا وأسر عدد لا يعرف إلى اللحظة من الجنود الإسرائيليين بل وسيطرت المقاومة على أربع مستوطنات في الساعات الخمس الأولى وكانت ضربة البداية بخمسة ألاف صاروخ وقذيفة وتبعها اجتياح بري للسياج الحدودي العازل بين غلاف غزة والقطاع وتمكنت بعدها المظلات من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية بتقنيات مذهلة نعم مذهلة من بينها تفادي البصمة الرادارية والقبة الحديدية وتحطيم الجدار العازل وللمرة الأولى يا إخواني وإخواتي تنقلب الدفة ويكون الحديث عن قتل وإصابات في الجانب الإسرائيلي رغم الأسلحة المتطورة ورغم الدعم الأمريكي والأوروبي اللامحدود لكن أبطال المقاومة بفضل الله جل وعلا يتميزون بقدرتهم على القتال من داخل الأنفاق وتبني نظريات الحرب الخاطفة وهي حرب مكلفة جدا للجيوش النظامية مهما كانت قوتها مع وجود شبكة خطوط دفاعية ملغمة كلفت الجيشة الصهيونية الكثيرة من الجنود والعدد والعتاد عملية طفان الأقصى عملية عسكرية شاملة كاملة لم تستخدم آلياتها أبدا في أي صراع من قبل مع الكيان المحتل المتغطرس الظالم هذا انتصار أول بكل المقيس العسكرية والسياسية وقرأوا واسمعوا ما يقوله القادة هناك وفي أوروبا وفي أمريكا أما الانتصار الثاني فتمثلوا في إفشال الدعاية الإعلامية الصهيونية والأمريكية والغربية بالوها العربية المرعبة التي بالغت في تضخيم قوة الجيش الذي ليقر دمرت هذه السمعة في دقائق معدودات وعلى لسان من؟ على لسان الأسيرة الإسرائيلية المفرج عنها والتي أحدثت شهادتها ضجة عارمة في إسرائيل حتى علق مكتب رئيس الوزراء نتنياهو بأنها كانت مفاجئة وصادمة وسببت لإسرائيل ضررا بالغا دعائيا وأضعفت وقوضت الجهود الجبارة للدعاية الإسرائيلية وقد هاجمت بعض الصحف الإسرائيلية مؤتمر هذه الأسيرة وألقت باللوم على الحكومة ووصفت الأمر بأنه تدمير للروايات الإسرائيلية ومعلم جلد ربك إلا هو نعم إن شهادة الحق التي نطقت بها هذه الأسيرة والتي بلغت الخامسة والثمانين من عمرها تشكل ورب الكعبة انتصارا كبيرا جدا لأولئك الشرفاء الذين لا يملكون الآلة الدعائية والإعلامية الضخمة لإظهار الحقيقة حين قالت بكلمات معبرة واضحة سهلة قالت أخذونا إلى هناك وقالوا لنا إنهم أناس يؤمنون بالقرآن ولن يسيءوا لنا وسنعيش معهم نفس الظروف التي يعيشونها وقالت لقد عاملون بود داخل الأسر ووفروا لنا كل ما نحتاج إليه بما في ذلك الأدوية وكان هناك ممرض وطبيب ملازم لنا يفحصنا باستمرار واهتموا بتوفير أدوية لنا مماثلة للتي كنا نتناولها في إسرائيل قالت وكانوا ودودين معنا للغاية ولم يفرضوا علينا أمرا ووفروا لنا كل الإمكانيات المتوفرة لديهم بل وأطعمون نفس طعامهم وأكلنا من نفس أكلهم واهتموا بكل التفاصيل حتى قالت كان هناك نساء يعرفنا كل ما يتعلق بالنظافة النسائية واهتموا بنظافة قرشنا وبنظافة المراحيض وكانوا يقومون بتنظيفها بأنفسهم ولم يطلبوا بنا أن نفعل ذلك هذا هو الإسلام يا سادة الذي يحترم إنسانية الإنسان ويوجب على أتباعه أن يعاملوا الأسرى معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم وفي لفتة قرآنية برعة لا تكون أبدا إلا للقرآن في غاية الروعة والجمال والرقة والرحمة يقول سبحانه في وصه للأبرار السعداء المرضيين من عباده من أهل الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ولم يكن الأسير باتفاق علمائنا حين نزلت الآية إلا من المشركين ملكنا ملكنا فكان العفو بنا سجية فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارة وطالما غدونا عن الأسرى نعفوا ونصفحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضحوا هذا قرآننا وهذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاق أتباعه الذين يسرون على ضربه فلقد كان يوصي جيوشه ولزال توصيته قائمة في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كان توصيته بأبي وأمي للجيوش في الحروب يوصيهم بتقوى الله ويقول لهم كما في صحيح مسلم حديث بريدات بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه يقول لهم أغزوا في سبيل الله ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا بل أعجب لهذا الحديث الذي كرته مرارا وفي صحيح مسلم عن حثيفة بن اليمن قال ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أننا خرجنا فأخذنا المشركون أخذنا كفار قريش وقالوا إنكم تريدون محمدا فقلنا لا ما نريده ما نريده إلا المدينة أي إلا أن نذهب إلى المدينة قال فأخذ المشركون منا عهد الله ومثاقة لننصرفن إلى المدينة ولنقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فماذا قال الصادق الوفي الذي علم الدنيا الوفاء قال إن صرفا نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم بل في صحيح مسلم مر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام والأنباطهم فلاح العجم من أهل الذمة وقد أقيموا في الشمس يعذبون في حرارة الشمس فقال ما شأنهم قالوا حب يسوف الجزية لأنهم لم يدفعوا الجزية فقال هشام أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا قال وأميرهم في هذا الوقت عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه فأمر بهم عمير بن سعد فخلى سبيلهم وأفرج عنهم هذا هو إسلامنا وهذه أخلاق نبينا وأخلاق المؤمنين ممن يسرون على ضربه إلى الآن أما انتصار المقاومة الثالث فيتمثل في هذه الخسائر الفادحة والهزيمة المذلة لجيش الاحتلال بعد الغزو البري لغزة مساء الجمعة وقد تحدى أسود المقاومة قوات الاحتلال وأوقعوهم في كمائنا أعدوها لهم على عدة محاور منذ بدء المعركة وتم استخدام صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم البربري الوحشي الغادر حتى اضطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن تستخدم الطيران المروحي لماذا؟ لإجلاء الجرحة والقتل من ساحة المعركة والإنترنت مقطوع والصور ووسائل الانتصال مقطوعة لسحب وإجلاء ساحة المعركة من القتل والجرحة وسوف تقفون على أعدادهم بإذن الله جل وعلا وقد أكد أحد مستشاري البنتاجون سابقا قال كلاما خطيرا قال إنه قد جرت تصصية مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية والإسرائيلية في قطع غزة حاولت تلك المجموعة استطلاع أماكن الرهائن الذين تحتجزهم المقاومة منذ بأد عملية الطفان الأقصى قال وتم إطلاق النار على هذه المجموعة وفجروا وتحولوا جميعا إلى أشلاء وتكبلوا خسائر كبيرة وأضاف إن القوة العسكرية الأمريكية وصلت إلى أضعف نقطة لها في التاريخ الحديث وبالتالي فإن البلاد هكذا قل ليست مستعدة للتورط أكثر من ذلك في صراع واسع النطاق في منطقة الشرق الأوسط مشيرا إلى أنه لا يستطيع فقط أن يتصور انتصار إسرائيل بشكل أب آخر بل يعتبر الصراع خطيرا جدا على الولايات المتحدة نفسها أيها المسلمون هذه اللغة الوحيدة الوحيدة التي يعرفها الكيان الصهيوني بل ويعرفها العالم الغربي فهم لا يحترمون إلا الأقوياء إلا من يعتزون بربهم ويعتزون بدينهم إلا من يدافعون عن مقدساتهم بدمائهم وارواحيهم ورب الكعبة ورب الكعبة لا تخشى دولة إسرائيل زعماء العالم كلهم جميعا لا تخشى مؤتمراتهم ولا تخاف حرق الأعلام ولا المكتات ولا تخاف من هذه الاجتماعات التي تعقد ثم تنفض لكن أقسم بالله لا يخافون إلا من أولئك الأسود الذين لا يعتصمون إلا بالله وقد قطعوا صلتهم بأهل الأرض الذين خذلوهم وجعلوا صلتهم برب السماء والأرض أولئك الذين ارفعون الآن راية الجهاد في سبيل الله لتحرير الأقصى ورفع الظلم عن المظلومين أولئك الذين آمنوا بقول رب العالمين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين لا تبكوا على غزة وأهلها وفروا الدموع لا تبكوا على غزة وأهلها بل ابكوا على أنفسكم أنتم فهم بين انتصار بإذن الله وبين شهادة في سبيل الله وقد آنى للعالم كله بحكامه وجيوشه ومؤسساته وإعلامه ومنظريه ومفكريه آنى لهم أن يتوقفوا عن لغة الشجب والاستنكار والإدانة مللنا هذه اللغة وسائمة الشعوب من هذه اللغة بل يجب عليهم أن يتدخلوا بالقوة لفتح الحدود ووقف هذه المجازر والمذابح والإبادة لشعب مظلوم مقهور يدافع عن أرضه وعرضه وشرفه ومقدساته بل يدافع عن عرضه وكرامته وشرف الأمة وأن يغاث أن يغاث أن يغاث بما يحتاج إليه على قدر مأساته فكل ما قدم إلى اللحظة ذر للرماد في العيون كل ما قدم من مساعدات أي مساعدات قطرة في بحر احتياجاتهم الضرورية وعند الله تجتمع الخصوم والله الذي لا إله غيره سيخذل الله من خذ لهم سيخذل الله من خانهم وإن غدا لناظره قريب اللهم إن نشهدك أنه قد انقطع الرجاء إلا منك وخابت الآمال إلا فيك وانسدت الطرق إلا إليك نسألك يا رب يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين يا أسرع الحاسبين يا ولي المتقين يا مولى الصالحين نسألك أن لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين فيعجزوا عن التدبير ولا إلى أحد من الخلق فيهزموا من الخذيان والتقصير وتداركم يا أرحم الراحمين بلطفك وعفوك ورحمتك يا ملك يا خدير اللهم لا تحرمنا وإياهم لذة الأنس بك وحلاوة العيش معك وبرض اليقين فيك وصف التوكل عليه وحسن التفوض إليه وعون القيام بيناديه اللهم إن نشهدك أننا وهم نبر إليك من الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التسليم إلا لك ومن التفوض إلا إليه ومن التوكل إلا عليك ومن الطلب إلا منك ومن الرضا إلا عنه ومن الذل إلا في طاعتك ومن الصبر إلا على بابك ومن الرجاء إلا لمن في يديك الكريمتين اللهم أنصرهم بنصرك وأهيدهم بتأيينك وأرنا عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين وأقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين وتحريري وعز المسلمين وتحريري الأقصى يا أرحم الراحمين أنت بكل جميل كثيل وأنت حسنا ونعم الوكيل وأحيي أولئك الشرفاء الذين وجاهدون بالكلمة عبر مواقعهم وعبر الشاشات وعبر القنوات أحييهم وأدعو الله عز وجل كما نصر إخوانهم أن ينصرهم وأن يعزهم بعزي وأن يثبتنا وأياهم على الحق حتى نلقاه إنه ولي ذلك أمولاه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته